تانية للاستاذ برج العرب صلاح العقدة في ضيافة زياد طارق ونرجع لحضراتكم تاني شكرا لك زميل عزيز يحيى مرة اخرى من الاستاذ برج العرب واحد من نجوم فريق سموحة زياد طارق زياد مبروك الفوز الاول ثلاث اهداف اربع مراكز بين الطابق فريق سمح في الجدول الدول لكن عايز اكلامك بصفة شخصية تاني مشاركة لك مع الفريق واضح ان الانسجام بدأ يعود او بدأ يكون في انسجام بين زياد طارق ولعابة فريق سموحة نهارضا اداءك في الفترة انت لعبتها اداءك جيد جدا المرة اللي فاتت برضو اداءك جيد جدا ممكن الكابتان احمد سامي بيشيد بأداءك خلال المشاركتين اللي انت شاركتهم خلال المبارات لتصابق الحمد لله طبعا رحمد ربنا على الفوز فوز مهم خلانا نفوق ونركز في اللاجئ وان احنا نفوق من الحتة اللي كنا فيها شوية الحمد لله ان انا بدأت اشارك واحدة وحدة بدأت اخذ على الفرقة بدأت في التمارين بننساجم أكتر مع بعض فالحمد الله يعني أمه في سكندرية الحالة اللي ما بين الجهاز الفني والكمية اللي ما بين الكابتن أحمد سامي والندي سموحة دي عملت لكم حالة داخل الفريق خاصة من ساعة مصول الكابتن أحمد سامي والأمه بدأت يعني مش هنقول ده كان فيه مشاكل قبل كده لكن فيه ثقة كبيرة جدا بين العيو بين الكابتن أحمد سامي فيه ثقة بين الإدارة الكابتن أحمد سامي سكرا من قبل كده كان من الولايات الاولى الكابتن احمد بصراحة الكابتن احمد والجهاز اللي معاه عاملين معنا شغل كويس اوي مش مش بعيد عننا يعني مش عاملين جاب بين الجهاز فني ولعيبة لا هم مقربين مننا وعلى طول جنبنا وبيتكلون مع كل اللعيبة سواء بتلعب او ما بتلعبش حتى لو انت بعيد شوية فالحمد لله ان فيد الانسجام ده يعني الحمد لله ده بيفيد الفرقة المركز الاثناشر كان حدو تكون احتضغط واحد وعشرين بونت المركز الاثناشر النهاردة بتوصل الى 24 بونت وبتوصل المركز الثامن كمان فدعتكم ارياحية كمان قبل توقف الدوري اكيد كنا في ضغط كلنا وفي كل مله شو بيبقى صعب علينا عشان كان مركزنا صعب جدا وده مش المركز اللي اسموحه بيبقى متعود عليه تقريبا فالحمد لله مركزة بالنهاردة مهمة جدا وريحني يعني الحمد لله كلمتو بقى وما تخد قلت اللي بس تكلمتو علي ايه بعد ستلسط قوات نهاردة لا لسه نتكلم بقى لدلوقتي دلوقتي دلوقتي نتكلم بقى حبيب شكرا ربنا يخليك شكرا كل الشكر لزيادة للاعب فريقنا دي سموها من هنا من أستاذ بورج العرب بعد فوز سموها على فريق حرص الحدود بس أستعدها في مقابل أشيء عوضة مرة أخرى الزميل العزيز يحي حمزة وأستاذ مصر كل الشكر لزميل العزيز صلاح عوضة وكيد شكرا موصول زيادة طارق واحد من نجوم مصموحة كابتا تابر زيادة يمكن من العيبة الكويسة جدا حتى في وقت ما كان موجود في الناد الأهلي تقولي لزيادة طارق لسه الراجل موجود بينزل بياخد دهائم مش كتير قوي تقوله ايه أنا بص أنا من العيبة اللي بتعجبني جدا سنة اللي فاتت لما الأهلي آخر ست سبع ماتشاط استعان بالشباب كان هو أفضل العيبين الشباب اللي ظهروا في الآخر سبع مباريات كنت مستعر بكابتا طارق عشي ما بلعبوش يمكن هو كان مقتنع بالعيبة معينة أعتقد نحن كابتا نحمد سامي حيديله فرصة ده تاني ماتش دي ماتش ام بي لعب في ديئة خمسة وعشرين ديئة نهاردة بي لعب في ديئة تسعين فأعتقد زيادة طارق لأ حيظهر في المشارات اللي جاية خصوصا المنافسة حتى بكبير قوي بينه بين مصطفى ميسي لان التوارده قلت لكن وجودهم هما الاتنين هيبقى ممكن يبقوا موجودين في الملعب بس وجودهم هما بيلعبوا بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس المكان فأعتقد أنه هيبقى بديل لمصطفى ميسي في المشارات اللي جاي